مرحبا برشد دلو عندك اول شي طاقة تسع الاكواب ثمانية الاكواب وثمانية الاخصان ارى انك احتمال رحلت عن هذا الشخص في فترة من الفترات او سترحل عنه بسبب اختلافكم على الارتباط نفسه اختلافكم على العلاقة العلاقة مو قاعدة تروح في الاتجاه اللي حسيت ان المفروض تروح فيه لانه قاعد معاكس انت في طاقة التسعة واللي قاعدة صور طاقة الثمانية معاكس انت متوجه نحو شي الشريكة والحبيب تحس انه نوايا مختلفة باتجاهك في احتمال هذا من الاسباب اللي خلتك او بتخليك ترحل وين رح تروح في المستقبل ارى انك رح تروح نحو التسع الاكواب رح تكون سعيد في المستقبل او حاليا انت سعيد في حياة صنعتها لنفسك بدون مساعدة احد يعني طاقة التسعة دايما طاقة السولو الشخص المنفرد انت لوحدك ترو يخبرك انه لازم توجد لنفسك السعادة في محيطك في اشياء بسيطة في حياتك تخلق منها من الاشياء البسيطة اشياء كبيرة عشان هذا الشخص فعلا يدرك انه خسارك ويرجع لك بسرعة ثمانية الاخصان هي طاقة التواصل بسرعة ولكن يقولك انه لن يحدث هذا الشيء اذا انت لم تكن فعلا كأنك تثبت لهذا الشخص انه انت رحلت ووجدت شيء افضل مو شرط شخص ممكن يكون حياة سعادة افضل اوجدتها لنفسك عندما تكون تتحرك من طاقة الثمانية الى طاقة التسعة وتكون سعيد تحس انك فعلا يا برج الدانو سعيد هنا هذا الشخص يدخل عرض في حياتك مرة اخرى ويتواصل معاك ولكن التواصل طبعا مو معناته على طول ارتباط فاحذر وين تاخذ هاي الطاقة والحديث مع الحبيب يعني مو اول ما يرجع لك ويتواصل معاك على طول تترك السعادة والحياة اللي حققتها لنفسك وترجع لان اذا رديت رجعت ترجع للوضع القديم الوضع اللي ما كنت انت سعيد فيه او تحس ان تستحقه النصيحة القادمة لك شلون تأخذ منحة هذه العلاقة او رجعة الحبيب او دخول الحبيب الجديد في حياتك الى المكان اللي انت يسعدك مثل الزواج والارتباط ان يكون الشخص ملتزم معاك عندك اربعة الاخصان وهي طاقة الاساس والبيت والسعادة الشراكة بين شخصين ملكة الاخصان وهي طاقة نارية اثنينهم طاقة الابراج النارية وعندك كوبين طاقة السولميت وتسعة الاخصان اول شيء يا برج الدلو التارو قاعد يقول لي ان انت لازم تشوف هاي الاساس يعني انت اول شيء لازم تسوي لنا تثبت للحبيب ان انت قادر ان تبني شيء من السعادة وتوجد حياة جدا حياة مميزة لنفسك بعيدة عنها كوينوفاير استقلالية تفعل ما تريد من اجل نفسها وتحقق ما تريد لوحدها يعني ما يكون معاها حد يساعدها هذا الشخص احتمال كان يتوقع او يفكر انه بدونه هو خيارك الافضل وبدونه انت ما راح تقدر تسوي شيء في حياتك احتمال فانت لازم جدا تثبت للعكس وما يكون العكس بالتظاهر فعلا اوجد لنفسك وانت قادر لديك كل ما تحتاج لديك الذكاء الحنكة الكاريزمة انت استطيع ان تتلون باي طاقة اي برج عشان تنجز لنفسك ما تريد ارجع الى هواياتك الاشيال اللي تحبها وكبرها واعمل عليها اذا عندك علاقات انت صار لك فترة من الاهل والاصدقاء مقطوعة اعمل اعمل على علاقاتك الاجتماعية ايضا قوها خليك قوي من جميع النواحي وانجز لنفسك لان وقتها عندما تنجز لنفسك قلت لك هذا هو الوقت اللي راح يرجع فيه الحبيب راح يكون مصر يعني راح يعرض عليك كوب من الحب او راح يكون مصر انه يرجع في حياتك مرة ثانية عندك تسعة الاخصان طاقة العزيمة عزيمة تجاه ماذا تجاه انه يكون الارتباط مع ملكة الاخصان يعني هذا الشخص راح يكون مصر انه يرتبط بملكة الاخصان او الطاقة او الانجازات اللي سوتها ملكة الاخصان ليش داري يخبرك انه انت لازم لما تحس نفسك وصلت لمرحلة ملكة الاخصان نجحت في الكثير من الاشياء فاحتمال يا خذوات لما تنجح في الكثير من الاشياء وتكون لك قاعدة قوية الكل يراها الجماهير تراها بعدها هذا الشخص راح يصر انه يدخل حياتك مرة ثانية او اذا ما كان موجود في حياتك راح يصر انه يدخل ويكون فيه تواصل وعلاقة بينكم اول شي راح يحرص انه فيه علاقة ثابتة علاقة معك انت يراه جدا جذب هذا الشخص احتمال انه كان متردد او بطبيعته لا يأخذ القرارات بسرعة ولكن عندما يأخذ القرارات فهو جدا ثابت يعني اللي في بالي يسوي سواء طال الزمن او قصر اذا وقعت عيناه عليك وقرر انك انت الشخص المناسب ل النهاية هذا الشي راح يصير بالنسبة له عندك ايضا كرت التمبرانس طبع برج القوس وعندك تسعة الاخصان ارا انك اول ردة فعل راح تظهرها للشريك او الحبيب احتمال عشان تذي اقولك هو شخص من الماضي او شخص عندك معرفة فيه او راح تعرفها لان اول شيء كردة فعل ملكة الاخصان ملكة لا تلاعب ولا تضيع وقتها يعني صح ملكة الاخصان تعطيك اوامر واحد من ثلاثة لازم تنجزها لان هي ايضا انجزت لنفسها فلا تسمح لاحد ان يضيع وقتها فاول شيء اشوف انك راح تخبر الشريك بما كان يزعجك او بما يزعجك عنه هاي الشريك احتمال عنده امور كثيرة يمكن عنده شوية ديون على شوية انشغال كثير في العمل على شوية اطباع نمط حياته متعود كل شيء يسويه باستقلالية وبدون ما يستشير احد احتمال من نوع اللي يسويه ما في باله كيفه متعود دائما يكون الحاله وما يسأل احد عن راية في اشياء معينة تضايقك في هاي الحبيب او الشريك راح انت تواجهه فيها او تخبره ان انت ما تقدر تتحمل شخص بهاي الاطباع او بما حدث في السابق فاذا توجد اي بصيص اميل اذا هاي الشخص فعلا يب يرجع لك راح تقول له لازم واحد اثنين ثلاثة تسوي ارى ان هذا الشخص حين ندخل في مواصفات الشريك هذا الشخص عنده نوع من التعلق في شيء انت تشوفه شيء يضايقك او شيء غير صحي مثلا لازم الويكند كامل يكون مع الاصحاب او لازم كل ويكند يعمل كذا كذا او لازم اشوفه مثلا متعلق باكل معين هذا الشيء راح يضايقك هذا الشخص متعلق انه يصافر على كيفه ويقرر بروحه متى راح يصافر وين يصافر في اشيء معينه راح يضايقك في الحبيب هو يعملها لانه متعود انه يكون اعزب متعود انه يصرف على نفسه متعود انه يكون مستقل مثلك ولكن راح تخبره ان الشراكة لا تمشي بهاي الطريقة اذا يبي يكون شريكك لازم يتعلم يأخذ يعطيه ويستشيرك ويتخلص او يخفف من بعض الاشياء اللي تضايقك انت احتمال سهر الكثير نومال كثير في شيء معين تفاصيل دقيقة بشأن الشريك راح انت تضايقك وراح يتصارحه فيها ومصارحتك لا هي بداية التغيير راح يكون في الفترة القادمة هذا الشخص سيأتيك بعرض زواج او خطبة عرض زواج عرض زواج جاد وارتباط رسمي اوكي راح يأخذ وقته ولكن سيأتي وراح يكون من ناحيتك انت قبول ليش قبول انا اللي قاعدة اشوفه ان هذا الشخص فعلا احتمال ما كان واضح معاك في البداية ما كان مايراويك مشاعره كنت انت لازم كأنك اللي قاعد تكتشف تحاول تكتشف مشاعره عندك انطقة السيف الصغير page of swords كأنك قاعد تحاول تكتشف الاكواب اللي عند هاي الشخص شنو فيها شنو مشاعره شنو نيته معاك دايما انت في هاي الطاقة يا برج الدلو هي طاقتك طاقة السيوف الهوائية ولكن راح تحاول تعرف هاي الشخص فعلا ما هي نيته تجاهك هل هو يعرض عليك الزواج لانه يحبك لانه يراك كشريك ولا لانه يريد ان يحصل على القرب باي ثمن فاذا كان الثمن الزواج راح يسوي راح تكتشف ان هذا الشخص فعلا يحبك حتى ولو كانت تصرفاته شوي غير مستقرة وغير معبرة رأي ان هذا الشخص لا يسوي الكثير من التصرفات اللي نابعة من القلب انتشان جدا يأخذ وقته يخطط يفكر يرسم يأخذ وقته الفارس البطيء فارس الخماسيات ولكن مع هذه كل التصرفات هو فعلا يحبك راح تتعرف هالشي تكتشف من افعاله من تصرفاته انه فعلا يحبك وانت لحد الان اشوفك ما راح تكون فاهم هذا الشخص ليش يحبك جدا كثيرا بامق ولكن يظهر ليك شيء بسيط يظهر لك مثلا بس قمة الجبل الصغيرة اللي في النهاية ولكن الجبل بنفسه مشاعرها العميقة لك جدا كثيرة مشاعر حب جدا عميقة ولكن انت ما تحس انه يظهرها لك بهاي الطريقة ايضا احس انه عندما يرجع لك انت يا برج الدلو دائما راح تكون في طاقتك الهوائية شنان يعني دائما راح تكون تنظر الى الحبيب بشيء من الخوف او الشك او الترقب اذا مو الحبيب او الشريك معنات الاخرين المحيطين بكم دائما كأنك ماسك السيف وقاعد تكون مثل رجل الامن تحمي هاي العلاقة تحمي هاي الارتباط تحرس انه تصرفات الحبيب تكون موافقة موافقة لك يعني وتحمي العلاقة من الاخرين تدخلهم في ما لا يعنيهم البضاء اللي يسوونها راح تحرص انه المحيط بينكم يكون قوي حيث انه مو اي احد يقدر يدخل ويعفس لكم الامور او يدخل في حياتكم راح تكون شوي حب الخصوصية في حياتك انا اشوف ان هاي الكر الغصنين هو انت والشريك دائما فيكم بينكم انتو الاثنين في شخص يضحك اكثر من الثاني وفي شخص جاد احتمال يكون الشريك لان اشوفه مثل ما قلتلك لا يظهر اللي جزء بسيط من مشاعره فدائما يكون في مرحلة مستغرق في التفكير والتخطيط دائما يفكر انتبه جدا له هوائي منطلق اكثر فاحتمال انك تعبر عن مشاعرك لهالشخص في شخص اطول من الثاني اتوقع هو اطول منك بشيء شخص مكتنز اكثر من الثاني يعني شخص وزنه يعتبر ممتلئ وشخص ثاني اطول واضعف والشخص كنت لك ايضا يختلف من ناحية الجدية جاد اكثر يعني مثلا صير موضوع معين موقف معين الكل يضحك انت تضحك هذا الشخص ينظر ويبتسم فقط وعلى طوله رح يرجع الى عقله ويقعد يحل ما الذي حدث معنى الموضوع يكون عادي موضوع مضحك دائما شخص يشوفه كثير التفكير كثير التفكير فيأثر عليه فياخذ الافعال متأخر نوعا ما يستغرق ويكون جدا يعني حذر مخطط كثيرا اوكي انت عندك كوينوف اير ملكة السيوف وهو عنده فارس لاكواب يعرض عليك الزواج الحب عندك سبعة الخماسيات ملك الخماسيات رأينا رح يكون في حديث بينكم ما رح تقبله على طول ما رح تقبل رجوعه على طول او اول ما يرجع لك رح يبين لك انه احتمال انتم كنت مفكرة انه مأسس نفسه ومستعد للزواج مستعد للاستقرار ولكن كانت عنده امور تمنعه وتحتاج الى الانتظار عشان يقدر يعرض عليك الحب والزواج والاستقرار ما كان يقدر حتى لو انت كنت تشوفه يقدر بسبب منصبه بسبب عمله بسبب ولكن هاي الشخص رح تكتشف انه فعلا ما كان يستطيع ان يعرض عليك الارتباط كما انت تريد في هذاك الوقت او في الوقت اللي انت بيه برجد لله لانه كان فيه احتمال عنده شوية ديون شوية دراسة ما خلصها شوي ينتظر ترقية عشان يحس انك تمال عنده الاستقرار المادي والمعنوي ويعرض عليك الزواج شوفه ان صار جدا مستقر في وظيفته صار لفترة طويلة في نفس المجال او في نفس الوظيفة فحصل على الاستقرار انت شوفه مستقر فعلا ولكن ايضا هو في مرحلة انتظار لشيء اكبر شيء افضل عشان يقدر اعيشك بمستوى مليح بعد ما يحدث هذا الشيء من الانتهاء من الديون او انتظار نجاح البزنس بعد هاي المرحلة راح يأتيك ويعرض عليك الارتباط احتمال تكون متفاجئ لان اشوف ان لديك طاقة ملكة السيوف راح تتفاجئ ان على طول فجأة اتى وعرض علي الزواج والارتباط راح تكون تسأل نفسك ليش الحين شو معنى الحين بعد ما انا اسس لنفسي حياة وصرت قوية في حياتي الخاصة ليش الحين قاعد يعرض علي الزواج شو معنى الحين رجع راح تكون تشك في الحبيب وفي نوايا لكن بعد تحليل طويل راح تكتشف انه فعلا الكوب الذي عرض عليك هو كان كوب حب يعني كل شيء سوا بدافع الحب اشوف شخص لا يريد ان يرتبط فيك وهو غير جاهز سواء مادتيا او عاطفيا او او لانه يحبك يريد ان يرتبط في الوقت المناسب بنسبالكم انتو الاثنين وكان حس في السابق ان الوقت كان غير مناسب احتمال في انتظار هنا سبع شهور سبع ايام سبع اسابيع في رقم سبعة يقعد يتردد في عقلي ما بين فترة خلاص احنا راح نتزوج وارتباط الى فترة العقد نفسها عقد الزواج وعقد القران في فترة انتظار فان دايما راح تكون برج الدلو عالق في في طاقتك الخاصة وهي طاقة السيوف والعقل دائما تحاول احسك اتحلل نوايا الحبيب وعندك شوية شكة وخوف منه صير شوي انتظار او تأخير من جانبه هو على طول تسحب السيف تكون مستعد ان تقطعها مرة اخرى تنهي العلاقة مرة اخرى او تنسحب من حياتها مرة اخرى بهاي الطريقة انت تكون يعني انت ما تكون من النوع اللي مستعد تنتظر مالكة الاقصان لا تحب الانتظار وصلت مرحلة من حياتك ما تحب تنتظر اما شيء بالنسبة لك يحدث الان او لا يحدث تحب تكون واضح لانك هوائي لان طاقتك سيوف لكن يقول لك هنا الحبيب شوي عند مرحلة انتظار فانتظر معه او بدونه ولكن الموضوع سيأخذ وقت فلا تشكك في كل مرحلة انتظار وكل محطة فيها شوي تأخير لان كن قوي انت لان اذا اتاك الحبيب وانت جدا مشغول وانت غير جاهز لن يقع عليه سيقع عليك انت لانه رح يكون عندك شيئين لازم تحافظ على توازنهم هاي نصيحة التارو لك انجازاتك اللي حققتها في حياتك قبل ان تلتقي فيه لازم تحافظ عليها لازم تحافظ على توازنك في هاي الزواجة والارتباط لا تتخلى عن نفسك او هويتك بس من اجلا ترتبط يعني خلاص انا اتزوجت اترك هوياتي او الاشخاص اللي كنت اتعامل معهم في السابق الصديقات الاصدقاء الرياضة الاهتمام بالنفس لا تقع في هاي الفخ وتجعل كل حياتك تتمح ورحول هذا الشريك لان هذا الشريك يريد ان يكون مساوي لك لا يريد ان يكون هو الملك وانت فقط لتخدمه وتسعده لا شريك مساوي فيقول لك ان تكون قوي عزيزي برج الدلو حافظ على توازنك توازنك جدا مهم في الفترة القادمة من اجل نجاح هذا الارتباط انت اللي لازم تكون متزن الحبيب متزن لديه طاقة ملك الارض احتمال يكون برج الترابي دائما الابراج الترابية يميلون او يلفت انتباههم جدا الابراج الهوائية مثل برج الدلو عندك بعض الجوزاء والميزان بسبب عكس الطبيعة مثل ما يقولون العكس ينجذب لبعضا نفس الشيء ولكن يجب ان تكون متزن حافظ على اتزانك قدر المستطاع كن في حب وكن في زواج وكن في ارتباط مع الشخص اللي يحبك ولكن لا تتخلى عن هويتك الخاصة وعن الاشياء اللي دائما كنت تسويها وتسعدك مثلا شرب القهوة في الصباح تنسى نفسك خلال هاي الارتباط لا تنسى نفسك هاي رسالة لك لان عرض هذا الشخص في الزواج رح يأتيك في عز انشغالك بحياتك الخاصة اذا حياتك حاليا فاضية فاعلم ان الحبيب لاني يأتيك حاليا مسألة التوقيت رح يأتيك الوقت اللي انت انجز فيه شيء لنفسك ومنغمز في نفسك ومستمتع في حياتك الخاصة وقتها رح يأتيك يعرض عليك الارتباط الرسمي الكامل Ace of Earth يكون عنده من قبل هو عرض عليك الحب Ace of Cups الكوب ولكن رح يخدمها معاك بالخطوبة او بالزواج فوقتها رح تكون بين امرين او توازن بين شيئين بين حياتك الجديدة مع هذا الشخص اشوفك جدا رح تكون سعيد معه واشوفه فعلا اطوال منك وان دائما كنت تنظر له انه هو شخص انجز الكثير قبلك دائما تنظر له انه هو ملك الارض انه هو انسان جدا مستقر جدا مواثق جدا كاريزما جدا كان يعجبك طبيعة الارضية او استقراره ولكن كردة فعل من البداية من صادق خذلان او زعل بسبب عدم الارتباط في وقت سابق انت رح تتحول طاقتك الى طاقة ملكة الاخصان كأنك تقول له مثل ما انت انجزت لنفسك انا بعد استطيع انجز لنفسي لما انت انجز لنفسك هذا الشخص رح يدخل ويعرض عليك الارتباط ارى انه شخص من النوع اللي جدا يفكر كثيرا قبل ان يتخذ اي خطوة هو هاي الجهة عند هاي الجهة يعني كثير التفكير وقليل وبطيء الحركة وعنده حب لأشياء معينة متعلق جدا في الأشياء المعينة اللي يحبها ان كان كورة ان كان تشجيع الكورة ان كان السفر من أجل حضور مباريات ان كان نوع معين من الأكل طريقة تقليد معينة متعود السهر مع الأصدقاء في شيء معين في هاي الحبيب انت رح يضايقك وتطالبه ان يغيره نصيحة أخيرة نصيحة أخيرة لبرج الدلو شان شريك المستقل برج الدلو شريك المستقل عندك حيوان اليونيكرن حيوان اليونيكرن هو أقرب حيوان من الحيوانات الأسطورية إلى طاقة برج الدلو خصوصا برج الدلو أكثر من الأبراج الهوائية ليش؟ لأن البرج الدلو هو البرج الثابت الفيكست في المجموعة الهوائية اليونيكرن شوف قربوا الصورة لحصان أيضا اليونيكرن عندك هنا واليونيكرن عندك هنا إلا ماذا يرمز اليونيكرن طاقة العقل اللامحدودة شلون يعني حاليا الكثير يستخدم أحادي القرن هذا الحيوان الأسطور الجميل عشان يرمز إلى الجمال يستخدمونه مثل الباربي أنه هو حيوان مثل الحصان جميل لون وردي ولكن الذين لا يعرفونه عن حيوان اليونيكر أحادي القرن هو يرمز إلى الارتباط ما بين الأرض والسماء عند مثل القرن هذا القرن هو موجود على الأرض ولكن يساعده على رؤية كل شيء متعلق بالرحانية وبالسماء وهذه هي طاقتك الطبيعية برج الدلو طاقتك طاقة العقل المنطق الغير محدودة تستطيع أن تكشف عن جميع حقائق الأمور أنت موجود على هاي الأرض ولكنك هوائي بطبيعتك فدائما تستطيع أن ترحل ترتفع إلى أعلى وتشوف حقائق الأمور احتمال أن ترى حقيقة الوضع الرسالة لك اليوم أو أنت غير محدود أنت موجود على وجه الكرة الأرضية ولكن ارتباطك بالسماء جدا قوي بلا تخاف ولا تعتقد أنك لازم تختار أبدا تختار أما عرض هذا الشريك وأما حياتك و نجاحاتك أبدا أنت تستطيع بكل نجاح أن توفق بين الأثنين تحافظ على الحياة السابقة أو الأشياء المهمة فيها اللي أنجزها لنفسك إن كان مشروع إن كان حرفة إن كان دخل الإضافة وأيضا تنجح هذا الزواج